أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أصحابك المستشدين معك يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا مالكا صدر الشريعة إنني لقليل عمري في بكاءك متممون وأخي يهنيك النعيم والمخل ترضى بها نرزى وأنت منحمون أخي من يحمي بنات محمد اذ صرنا يسترحمنا من لا يرحمون ما أخلت بعدك أن تشلس واعدي وتكف باصرتي وظهري يا أقصم أخي لتواك يلقم بالأكف وهذه بأن يعيض الضبع لك في جبين يتايا يا أقصم يا أقصم يا أقصم يا أقصم يا أقصم يا أقصم أخي ما بين مصرعك الفضيع ومصرعي لا كما أدعوك قبل وتؤوك أخي هذا حسامك من يذل به العداوة أولواك هذا أمن به يتقى يا إخوي لي أشهد ساعة عفتني رحت عني يا إخوي وضيعتني صابك هلك زر ظهر ولسبني وما آرك بالقلوب يا أخوي يا إتسعى إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي نور مجلسكم بذكر محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وسلم وآل محمد ابتداء باسمكم أيها الحضور الكريم نعزي أخانا الحاج أبا مرتضى لفقده أخيه تغمده الله برحمته الواسعة وحشره في أعلى عليين مع آل محمد صلى الله عليه مجمعين ومن على أخينا بمرتضى وذو الفقيت وأهله وأولاده الصبر والسلوان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أي يوم يوم الحساب يوم القيامة حيث ورد في الخبر الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي نفسي بيده أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة وتقاد من سبعين ألف وعليها على كل ثقاد جهنم من قبل الملائكة الغلاب الشداد ولها أهد وزفير وتغيض ثم يخرج منها عنق يلتف بالبر من الخلائق والفاجر عنق من النار ثم يؤمر بالصراط يوضع الصراط على النار جسر عبور أشبه بجسر عبور الصراط يوضع حتى يجوز الخلائق على الصراط ثم كل ينادي نفسي نفسي والنبي صلى الله عليه وآله ينادي أمتي أمتي ثم بعد ذلك يؤمر الخلائق بالجواز على الصراط وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ماذا يتذكر؟ يتذكر الأيام التي بددها بالغفلة والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى ماذا يتذكر؟ يتذكر المعاصي يتذكر الزنوب يتحسر ويتذكر أنه لماذا لم يتزود من الأعمال الصالحة إلى الحياة الحقيقية التي ورد ذكرها في الآية الكريمة يقول يا ليتني قدمت لحياتي فبيننا لك الحياة الحقيقية وليست هذه الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا كسراب يمر الإنسان ليتزود من هذه الدنيا إلى دار القرار وجيء يومئذ بجهنم نعم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يرى من الأهوال أجارنا الله وإياكم من تلك الأهوال يقول محمد بن غياث الدين النجفي وهو صاحب كتاب الكتاب ضياء المبصرين وهو من علماء الإمامية القدامى يقول كنا من قرية قريبة من الحلة وكنا نصلي في المسجد وهناك متولي اسمه محمد بن أذينة الشيخ النوري على الله مقاما في كتابه المستدرك يذكر هذه الرواية محمد بن أذينة كان المتولي للمسجد يقول كان يأتي يوميا إلى المسجد مواضب في حضوره في صلاته إلى أن افتقدنا ليلة من الليالي افتقدنا لم يحظى أين محمد؟ فذهبنا إلى بيته لزيارته وإذا به طريح الفراش قد حرق بدنه فتعجبنا ما الأمر يا محمد؟ قال الأمر هو كالتالي وإذا أنا بين النائم وبين الصاحي يقول وإذا أمرت بأن أجوز الصراط كأن وضع الصراط وأمرت بالجواز أن أجوز أعبر الصراط اللي هو أظلم من الليل وأحد من السيف وأدق من الشعار يصفون الصراط بهذا الوصف السيدة أحد من السيف وأدق من الشعار وأظلم من الليل كيف يعبر الإنسان؟ كيف يكون حال الإنسان؟ الإنسان ضمن هالأنوار وهالأضاء وهالنجوم وبعض الأحيان هم ما يشوف أوه يسوق مثلاً ما يشوف بعض الطريق لاحظ كيف؟ فكيف بالصراط؟ يقول فجئت لأجوز الصراط يقول في بداية الأمور كان الصراط عريض وما أخذ راحتي يقول وأنا أشوف تحت الصراط من جوانب الصراط النار نار ولهيب ودخان وتلتهم من البشر يقول شيئاً فشيء قليلاً فقليلاً يقول وإذا بالصراط من هذا الوسع الذي كان وإذا به يضيق شيء كلما تقدمت يضيق هذا الصراط يقول إلى أن ضاق بي الأمر لا يوجد طريق بعد فسقطت في النار فاحترقت بالنار يقول أنا احترقت بالنار وهويت شلون يقول فيهوي فيها سبعين عاماً يقول هويت إلى النار ويقول ذكرت الله سبحانه وتعالى ذكرني في مع تلك الأهوال التي رأيتها تذكرت أنه إذا نزلت بي نازلة في دار الدنيا وعصفت بي العواصف استغذت بي أمير المؤمنين وعصفت بي العلي بن أبي طالب عليه أغضب صلوات المصلي وعن هذا الدرج هذا الدرج وعلى ألسنتنا يا علي يمر بشدة بضيق وبصعوبة فدعم الشاق يصيح يا علي استغيث يقول هنا صحت يا علي وإذا بأمير المؤمنين مديد وسحبنا ومسح على ركبتي ركبتي يقول وها الألان تشوفوني بها الهيئة يقول نظرنا إلى بدني محروق إلا الموضع الذي عليه يد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لم يحترق هذا الموضع الذي وضع أمير المؤمنين يده المباركة على ركبته هذا شيء بسيط يراه الإنسان من تلك الأهوال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان سبعين ألف مقود يقوده الملائكة الغلاظ الشداد على كل مقود مئة ألف من الملائكة سبعين ألف أضرب في مئة ألف من الملائكة يتصبب الإنسان يوم القيامة عرقاً أو دية ليش؟ لأنه يقف كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليونس بن ضبيان يقف الإنسان على رجلي خمسمائة عام خمسمائة عام لأنه في عنقه حق للغير في عنق حق للغير تلاحظون كيف؟ ولذلك الصراط لما يوضع يقول يؤمر الملائكة بوضع القناطر سبع قناطر كل قنطرة كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ سبعة عشر ألف فرسخ سبعة عشر ألف فرسخ مو كيلومتر فرسخ تلاحظ كيف؟ ويؤمر الخلائق بالجواز ما أصعب ذلك اليوم ما أصعب ذلك اليوم هذه العقبات التي يراها الإنسان هي تلك المواقف في ذلك الموقف يوم القيامة عقبة الأرحام والأمانات والصلاة والصيام والحاج والزكاة تلاحظ كيف؟ ومظالم العباد لكن أشد من كل هذه العقبات مظالم العباد حب القرن يقول خرجت مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال لي أحب الذنوب ثلاث ذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نخاف عليه من صاحبه نخاف على صاحبهم أما الذنب المغفور فعبد أذنب ذنبا فعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والله أجل من أن يعاقب العبد مرتين في الدنيا والآخرة فهذا ذنب مغفور وذنب غير مغفورسة في بعض النصوص الأخرى عن الإمام الباقر الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن في هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب حب العربي لما قال له يا حب الذنوب ثلاث ثم سكت حب القرني قال له يا أمير المؤمنين ما لأراق قلت الذنوب ثلاث ثم سكت قال عرض لي ببهر شون ببهر شايفين واحد من يصعد له يتسلق له جبل يتعب كتابه الأنفاس من الإعياء من التعب الأمير عليه الصلاة والسلام يقول يا حب عرض لي ببهر كتابه الأنفاس ثم قال بيّنها لي فبيّنها أمير المؤمنين ثم ذكر والذنب الثاني ذنب لا يغتفر في هذه الرواية أنه مظالم العباد وهذه من أشد على الإنسان من أي حق آخر مظالم العباد لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بعزتي أن لا يجوز أحد الصراب حتى يأخذ الذي الحق حقه من الظالم الله سبحانه وتعالى الله تارة أن يعامل العباد بعدله وأخرى بإيش؟ بلقفه عز وجل ولذلك إلى هذا المعنى يشير الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعاء أبي حمزة الثمالي يقول من يخلصني من تلك الأهوال من تلك المواقف؟ الله سبحانه وتعالى هو القادر على ذاته فيأتي ورد في الخبر أن الناس يحاولون يوم القيامة يوم المحشر أنه يتسترون لأنه يؤتى بالعب الذي لم يكن الحقوق الناس يقول يأتي الخطاب للجمع من له حق على هذا؟ هذا يضم رأسه حتى يقول أخاف يطلع واحد صاحب حق ويطالب بحقه ومن ين أجيب لأني هذا الحق؟ من ين أجيب له هذا الحق؟ تلاحظ كيف؟ حتى لو كان درهم واحد يطالب به وورد في الخبر أنه يأتي يأتي بالمظلوم وفي تلك المحكمة الإلهية لكي يأخذ حقه من الظالم الظالم ما عنده شكو عنده هناك بعض هناك دار حساب ولا تكليف اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ينظرون ماذا يقدم؟ يقول في الرواية أنه يأخذ من حسنات الظالم إذا كانت لديه حسنات يأخذ من حسنات الظالم حتى ورد في رواية أخرى أنه يأخذ من الظالم سبعمائة ركعة مقابل درهم واحد سبعمائة ركعة صلاها لله مقابل درهم واحد إذا ما أكل من حقه هناك الإنسان بحاجة إلى بعض الحسنات حتى ممكن ترجح ميزان كفة الحسنات على كفة السيئات يحتاج يأخذ طالب بحقه أنه هذا إكل أموالي أنه هذا هتك عرضي أنه هذا شتمني أنه هذا ضربني أنه هذا اتهمني أنه هذا افترى عليك بالمحكمة الإلهية الله سبحانه وتعالى عدل لا يجور وأقسم بعزته وجلاله أن يأخذ لكل ذي حق حقه من الظالم فيؤتى إلى حسناته فتأخذ من حسناته إلى هذا وإلى ذاك على كم واحد متعدي وماك الحقوق هم يأخذون من حسناته حتى تنفذ حسناته بعد ما عنده حسنات وإذا به ينظر إلى صحيفته سيئات ما عنده حسنات فيؤمر به إلى النار ويؤمر به إلى النار طيب يقول إذا ما عنده حسنات للعمل شلون يقول يؤخذ من سيئات المظلوم وتضاف على صحيفة الظالم فتكثر سيئات الظالم هذا إذا كان الطرفان مسلمين إذا طرف مسلم وكافر شلون طيب الكافر ما ينتبع من الحسنات فما العمل ورد في الخبر أنه يؤخذ من سيئات هذا المظلوم صاحب الحق وتطرح على سيئات الكافر فيزداد عذابا فيزداد عذابا ومن يقوى على نار الآخرة هذه النار التي أشير إليها وجيء بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان حتى ورد في بعض الأخبار أن الشمس لتأنه من نار جهنم الشمس هذه على بعد هذه المسافة عن سطح الأرض لو اقتربت قليلا من سطح الأرض ما تفعله بالناس ما تفعله بالكائنات تحرقها حرق يقول هذه الشمس تأنه من نار جهنم وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في دعاء كوميل فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين تلاحظ كيف إذن وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ما تنفعه الذكرى بعد آنذاك الذكرى تنفع المؤمن في هذه النشأة في دار الدنيا ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إما غير المؤمن ما يأخذ بالذكرى ما يأخذ بالموعظة المؤمن هو الذي يأخذ بالموعظة وأن له الذكرى يقول يا ليتني يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي ماذا يقدم لحياتي؟ تبين الحياة الحقيقية هي تلك الحياة الأخرى وأن الدار الآخرة لهي الحيواء هناك الدار الحقيقي يا ليتني قدمت لحياتي كان المفترض أن يعتبر في دار الدنيا يعتبر من هذه المحافل وهذه المجالس أما كان في موت فلان له عظى وعبرة أما كان له في موت هذا وذاكه هل يسبوع كم واحد أخبرنا وأقيمة الفاتحة على أرواحهم هذا إنذار إلينا من الله سبحانه وتعالى إنذار ولا بد من أن نعتبر من فوت هؤلاء هم السابقون ونحن كما نقرأ في زيارة الأموات أنتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا هذا الدعاء الزيارة التي تقراها كل يوم جمعة مستحب أن تقرأ زيارة الأموات حيث الأموات ينتظرون يرتقبون من يقوم بعمل صالح ويهدي ثواب هذا العمل إلى أرواحهم يستحب زيارة الموتى قبل طلوع الشمس يوم الجمعة بعد صلاة الصباح أن تقرأون زيارة الموتى وتذكرونهم بالفاتحة يوم الخميس مستحب لاحظون كيف؟ فإذن الإنسان يتمنى أنه لو تزود من الأعمال الصالحة وعمل الخير في هذه الدار هتلاحظ كيف؟ لتلك الدار الأخرى هذا القسم الثاني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أشار إليه والقسم الثالث يقول والذنب الآخر الذي نخاف على صاحبه منه هو الذي تابه من ذنوبه ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى الإنسان في دار الدنيا يأتي بالذنوب بالموبقات بالمعاصي بالسيئات ولذلك التوبة مطلوبة منه والتوبة أمر فوري توبوا إلى الله يو المؤمنون لعلكم تفلحون والله سبحانه وتعالى له أن يعفو هذا العبد وله أن يحاسب ولكن الله سبحانه وتعالى كريم وأكرم من أن يعاقب عبد قد تاب إليه وانقطع إليه وتاب إليه توبة نصوحة يقول نحن نخاف على هل نمط ونرجو له من رحمة الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول نرجو له رحمة الله عز وجل تلاحظ كيف؟ لأن كما ذكرنا في صدر الحديث الله سبحانه وتعالى له أن يتعامل مع عباده بالعد وله أن يتعامل بلطفه معه ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه عز وجل يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فإذن فرصة الإنسان في هذه الدار في دار الدنيا أن ينظر في نفسه أن يحاسب نفسه أن يتزود من الأعمال الصالحة فإن كان في خير يستزيد يطلب من الله الزيادة أن يكون على هذا المنوال ويشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه له لأن هذا بحاجة إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى أنت حينما تريد طاعة الله عز وجل حينما تريد مرضات الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعلم بما في نفسك وما في صدرك فيوفقك للعمل الصالح يوفقك للتوبة يوفقك للاستغفار هذا بحاجة إلى توفيق إلهي تلاحظ كيف؟ يحاسب الإنسان نفسه فإن كان على خير يستزيد يطلب من الله الزيادة أن يكون موفقا لكل خير وإن كان على غير ذلك على سيئة يستغفر الله سبحانه وتعالى الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان يقول عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإن كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك يعني عمرني يعطيني عمر أطل في عمري إذا كان عمري في طاعتك أما إذا كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك نعم إذن الإنسان يستفيد من هذه المحافل من هذه المجالس التي حثنا أهل البيت عليه الصلاة والسلام على إقامتها المراد منها أنه الإنسان دوما لأنه في معرض الغفلة في معرض النسيان في معرض الشيطان ولذلك هذا التذكير للإنسان تذكير إلينا أنه ننتبه ونحس بحساب الآخرة وأهوال الآخرة وأهوال القيامة وأهوال البرزخ يقول أحدهم للإمام الصادق ابن رسول الله أيفلت أحد من ضغطة القبر في البرزخ قال نعود بالله من ضغطة القبر نعود بالله من ضغطة القبر طبعا ضغطة القبر هذه أيضا هذه من الأهوال التي يراها الإنسان تارة تكون كما في الحديث عن الإمام عليه الصلاة والسلام أنه كفار لذنوبه يرى من ضغطة القبر كفارة لذنوبه في عالم البرزخ في قبره يعني والذي يضغط وهذا البدن المادي البدن المادي هو الذي يضغط وكلهم بحسب معاصيه وسيئاته إنما يضغطه القبر إذا واحد قليل المعاصي وقليل سيئات الضغطة تكون خفيفة إما إذا واحد مليء من رأسي إلى أخمص قدمين بالمعاصي وبالموبقات فهذا الضغطة راح تكون أقوى قيس ابن سعد شيخ الأنصار كان شيخ الأنصار وشيعه سبعون ألف من الملائكة وصار خلف جنازته رسول الله صلى الله عليه وآله حافي القدمين وحينما انزل في ملحودة قبره قالت له أمه هنيئا لك يا سعد هنيئا لك يا سعد الظاهر هالشكل سبعين ألف من الملائكة والنبي يصير خلف الجنازة أما يكفي هذا فخرا وشرفا قال هنيئا قال يا أم سعد النبي صلى الله عليه وآله لا تحتمي على الله سبحانه وتعالى فأن سعدا كان فيه زعارة في خلقه مع أهله كان سيء الخلق مع أهله يعني شنو يعني سيء الخلق يكون ما ينجو من ضغطة القبر ما ينجو من ضغطة القبر سيء الخلق نعم قال نعود بالله من ضغطة القبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ولكن كل بحسب ذنوبه وسيئاته تضغطه ويضغطه القبر نعم ولذلك تجد الشهداء السعداء هم الذين هم الناجون يوم القيامة من تلك الأفزاع ومن تلك الأهوال التي يراها عموم الناس لأن الشهداء مقام خاص وبالأخص من الخاص شهداء كربلاء اللي عبر عنهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هم سادة الشهداء لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق أبدا هم سادة الشهداء وهذا الشهيد إلى منزله وإلى مقام عند الله سبحانه وتعالى ولذلك هؤلاء الشهداء كانوا يستبشرون بالموت ويستأنسون بالموت استناس الطفل بمحاله بأمه لأن انكشف لهم الحال وتبينت منازلهم في الآخرة وكانوا مسرورين يوم كربلاء كانوا مسرورين حتى البعض منهم كان يمزح حبيب بن مظاهر يمزح يقول له ما هذه ساعة مزاح يا حبيب يقول له والله ما علينا إلا أن يميلوا هؤلاء علينا بأسيافهم فنعانق الحور العين كانوا فرحين للقاء الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي دائما يكون مرتبط بالله عز وجل هذا فرح بلقاء الله هذا يريد يوم قبل أن يرتحل إلى الله سبحانه وتعالى ومن سادة هؤلاء الشهداء الذين تقدموا يوم كربلاء هو قمر بني هاشم أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام الذي كان آخر نبل في كنانة الحسين كان مقتل أبو الفضل العباس آخر سهم في كنانة الحسين عليه الصلاة والسلام يقول لأخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد أن أخذ بثاري من هؤلاء الظالمين فأذن لي قال أخي أنت حامل لواء رئيس عسكري إذا مضيت إذا مضيت عني سقط لواء وتفرق عسكري وآل جمعي إلى الشتاء عند ذلك قال له إذا كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء توجه نحو المشرع ملأ القربة ثم توجه نحو الخيام وإذا نصبوا الأعداء كمينا لقمر بني هاشم أولا أصابوا القربة سهم سهما فأريق ماءها ثم تعاضدوا وتعاونوا على قتله فضربوه على يمينه ثم على شماله ثم بعمود على أم رأسه حتى سقط إلى الأرض نادى أخي أبا عبد الله عليك مني السلام جاءه الحسين عليه الصلاة والسلام علم أن العباس سقط عند المشرع لأنه رأى أن الراية قد هوت إلى الأرض الراية هوت إلى الأرض يعني قمر بني هاشم سقط إلى الأرض فجاء مسرعا يقول الراوي طاط الحسين ثلاثا رفع ثلاث حاجات أما الحاجة الأولى فكف عباس اليمنى أما الثانية فكف العباس اليسرى وأما الثالثة عمامة العباس ملطخة بالدماء انتهى إلى مصرع أخي انحنى عليه أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بعدوي حن فوق يشم وشبش يدي صيح حسين أخوي الله أكبر أخوي مني نجتني هالرمي يا أخوي الساوك عبيتي يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوب يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوب يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوب عند ذلك أراد أن يحتمله إلى المخيم قال أخي بحقي عليك إلا ما تركتني هاهنا قال لماذا قال أولا نزل بي الموت يعني تركني عند المشرع ثانيا أنا شراحة جاوب سكينة وبقية بنات الحسين وعدتهن بالماء عند ذلك رجع أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام يكفكف دموعه بكمه منحنيا إلى الخيام استقبلته العقيلة زينب أخي أبو عبد الله أخي أبو الفاطل عند ذلك قال لا أخي زينب عظم الله لك بأبو الفاطل العباس ثم استقبلته سكينة أين عمي أبو الفاطل عما هتايا يسمع ما تقول سكينة عبا ستايا يسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا العدى نهروني ولست تايا يسمع ما تقول سكينة عما هتايا يوم الأسرة من يحميني يا الله نسألك بفاطم وابيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك عجل في فرج إمامنا صاحب الأمر والزمان اللهم أجعلنا من أنصاره والذبين عنه ومن الشهداء بين يديه اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخضر الكفر والمنافقين وانصر واحفظ مراجعنا العظام يا الله واخضي حواج المحتاجين للدنيا والآخر ارزقنا زيارة محمد والمحمد عاجلة وشفاعتهم آجلة تقبل منا ومن الحضور الكريم بأحسن القبول سيما صاحب العزاء اللهم منع عليه وعلى ذويه بالصبر والسلوان إلى روح الفقيد وإلى أرواح مواتكم ومن مات على الإيمان وإلى أرواح الشهداء الإسلامي جميعا رحم الله ومن يقرأ الفاتحة قبلها صلوات صلى الله عليه وسلم